تاني وتالت ورابع مرس الكولر في الحاجات دي ما بيهرقش وعنده إدارة بتصبرت داته للوقت اللي انت عايزه عامله عايز تستبعد اللاعب ده نهائيا استبعده عايز تبيعه وبيعه عايز تسيبه وسيبه ما بيهزروش في القصة دي كإدارة وكجهاز فني واللعيب اللي في الأهلي دلوقتي يعني انت دلوقتي بقى أنا ما تبص على تشكيلة النادي الأهلي من المفترض من المفترض يعني المفهود التشكيل لعبة النهار دي معظمة من البودلاء ينفع نسميهم كده؟ لا ما ينفعش نسميهم كده ليه؟ عشان هم مش بودلاء أصل حالة التدوير للأهلي بيعملها دايما ما تخلاكش تقول فيه لعيب أساسي ولا احتياطي في الأهلي مع مرس الكولر وبناء عليه انه اللي جاهز واللي بينفذ التعليمات بتاعت مرس الكولر بالزبط هو اللي هيلعب في الأهلي مفيش نجم مفيش اسم كبير كهرباء هدف الأهلي أصل بره خالص طهر محمد طهر كان أساسي الفترات طويلة في الأهلي بره يعني موجود على الدكة ومنزلش النهار دا ريدا سليم بيبدأ زيه زي حسين الشحات برسته وبيبدأ كريم فوقت بيسد عمر كمال عبدالله حال النهار دا ما كان عالي معلول يا سلام حلو جد محمد هاني مش موجود هيبقى فيه أكرم توفيق نص الملعب حدس ولا حرك بقى مران عطية وقاليوديانج وقفشة والسولية وكوكا والبقاية عشان همش هفتكت وندفد كل الأسماء دي فكله لازم يركز ويشتغل بشكل كويس